أول شيء نحن ندابس في السوشيل ميديا والرزق عند الله سبحانه ومثل هذه الأسئلة حقيقة حريم برواد السوشيل ميديا اللي كان لهم باعا ليس بالقليل فيها أنهم يجيبون عليها لكن بحكم تجربتنا فيها أنا أعتقد من الأسس القائمة عليها السوشيل ميديا الموهبة في مجال معين مهما كانت موهبتك في أي مجال لا حاول قد الإمكان أنك ما تتجاوزها يعني على سبيل المثال إذا أنت راوي فعندك الرواية أبحر فيها وتمكن منها إذا أنت مثلا والله يا أخي عندك علم شرعي أيضا هو يعني موهبة يوهبها الله عز وجل من يشاء من عباده في مسألة الفاهم ومسألة الحفظ ومسألة كذلك الإقاء وإبداء المعلومة إذا أنت والله رجالا صوتك زي تطرب به المستمعين وشزي منها تنشد لهم وتطرب المستمعين ولا تخرج عن هذا الإطار لأن المتنبي يقول له كلمة جميلة جدا أو شطر بيت يقول من تكلم بغير فنه أو بالأصح هي يعني كلمة يقول من تكلم بغير فنه أتى بالعجائب فكلما خرج الإنسان عن إطار موهبته ما عاد تحصل له ذاك الرونق اللي تشوفه فيه في موهبته والمواهب كثيرة ومن أبرزها مثلا الشعر إذا أنت شاعر عندك الشعر أو أوصل أفكارك أو أوصل الأشياء اللي أنت ترغب في إيصالها عن طريق مادتك اللي أنت موهبا بها الفصاحة والبلاغة في اللسان وشيء من هذا القبيل أعتقد أن الموهبة هي السوشال ميديا قائمة على موهبها لا تتجاوز موهبتك صمعا يقولون من كلب يدينها ثنتين غص كله في يمناك ويطلب الرزق